أحبطت كوادر إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة داخل جالونات بلاستيكية وألقت القبض على المتورطين في هذه العملية وقالت إدارة الإعلام الأمني إنه وبناء على المعلومات الواردة إلى العاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول نية مجموعة من الأشخاص إعداد وتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها خارج البلاد تمكن المحققون من تحديد هوية المشتبه بهم وآلية نقل المواد المخدرة من إحدى مناطق البادية الشمالية إلى العاصمة وعند وصول المتورطين إلى عمان تمت مداهمتهم حيث جرى ضبط ثلاثة أشخاص داخل تلك المركبات وبتفتيشها عثر داخل إحداها على ثلاثة جالونات بلاستيكية بداخلها مئتا ألف حبة مخدرة وقد تم تحويل القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة